الظاهرة اللي هي معظم الناس وده النوع الاولي اللي مهفوهش خوف تماما وحن نتعامل معا نبقى فاهمين طبيعته ولما نفهم طبيعته هنهدى ونعمل الوسائل البسيطة اللي هي حتى غير علاجية ونتخلص من المشكلة تماما طب يا دكتور انا بحس ببرودة الاطراف انا عايز اطمن الناس ان البرودة في حد ذاتها ليست حالة مرضية دي حالة صحية تماما يعني انا طبيعي طبيعي لما افتح التلاجة وخصوصا الفريزر طبيعي لما امسك كوب او قطع التلج طبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى مديني اشارات تجعلني اشعر بالبرودة وحتى بعض الشحوب ده احساس يعني حتى فكرة الشعور ده لازم يبقى محبوب وبالتالي ان احنا فينا قلات عصبية بتنقل الاحساس ده للمراكز العليا في المخ تقول لي في حذر خد بالك منه ان جو الدنيا برد او ايام لما في البلاد اللي فيها نزول التلج ده شيء طبيعي انا في الشتاء اطراف رجلي بتسقع جدا ايه بقى الحال بجيب الاربة حبيبتي دي لازم احضنها فرجلي خلاص تدفى بتدي كده انايه ده عادي هنحط التوصيف ده على القاعدة الاولى في بورتكول التشخيص لا تنطبق عليها الظاهرة ولا الحالة المرضية ده المرحلة الطبيعية اللي لا تدخل وده معظم الناس لكن الظاهرة انا عايزة توقف يعني لو تسمحي لي او طبعا ايه بقى معنا اه بعض النقاط المهمة اولا هي بتحصل في مين اكتر وقبل ما اقول بتحصل في مين اكتر خليني ارجع للسؤال الاول احنا قلنا هو المرض منتشر ولا لا المرض منتشر وتقريبا قاله هو اكتر في الستات عن الرجال وتقريبا ما بين خمسة في المية لعشرين في المية احنا كل حاجة الستات يا دكتور بتبقى عندنا اكتر ليه كده فيه امراض باختصبها الرجال طيب ماشي او بعد الشر عليهم جميعا يا رب يعافينا جميعا اللهم امين طيب الظاهرة دي بتحصل قلنا في مين قلنا بتحصل في البنات اكتر والسيدات اللي بيتراوح اعمارهن من خايا يعني خمسة عشر سنة لتلاتين سنة ايه السبب بقى السبب مش معروف على وجه الدقة لكن يقال انهما هما الحبيبات اللطيفات الاكثر شعورا حساسين وكذلك التغير والتغير الهرموني التغير الهرموني له دور عشان كده صح طيب الشروط بس لسه لها شروط سيادتك اولا هي لا تصل لحد التقرحات نهائي جميع ما يحصلش تقرح ولا يحصل غرغرينة اللي هي اللون الاسود اللي احنا موت الخلايا وبتبقى في الادين الاثنين او الرجلين يعني بتبقى متساوية في الاطراف تمام ولا تصيب اصبع الايه الابهام شمعنا علشان الاوعية الدموية فيه اكثر سبحان الله سبحانه وتعالى انه هو يعني مميز بالامداد الدموي الابهام اللي هو السبع ده سبحان الله سبحان الله العظيم يعني حضرتك السبع ده بقى بالمناسبة خارج عن السياق لو الاربع اصابع بدون الابهام ما تقديش واحد باربعة يا سبحانك يا رب فسبحان الخان عشان كده لي ليه شعيرتك طب جميل الظاهرة احنا عرفنا خطيرة وشروطها الاخرى انه بيبقاش مصحوب معها اي حاجة من الحاجات اللي هقولها بعد كده تمام يعني ايه بقى نرجع للنوع الثانوي اللي هو نتيجة لمرض علة اخرى مصحبة معها ظاهرة رينو يبقى اسمه رينو ثانوي وليس اولي مجهول السبب الثانوي اسبابه عديدة ومتشعبة وانتهز الفرصة دي يبتدأ ان انا اقول ان الطب الافضل فيه والامثل انه يمارس بشكل جماعي علشان هتسأليني ممكن حضرك سؤال تقوليني هو ده يروح لدكتور مي فالاوعية الدموية دي هي عبارة عن وعاء دموي ناقل وبيسير فيه الدم والدم محمل بكرة الدم الحمرة وكيميا الدم والاجسام المناعية وهلوم مجره صحيح فبالتالي دي نقطة مهمة واحنا بنعمل كده فعلا في مركز المناع والحسية في جامعة الازهر في مدينة نصر بنشتغل بروح الفريق لان الجسم هو وحدة وحدة والتقسيم التخصصات هو للممارسة والتسهيل وللتقسيم الاكاديمي نرجع بقى لمرجوعنا الاسباب عديدة ولابد الانتباه لها وفيها اسباب بأيدينا احنا نقدر احنا اللي بنعملها وانحنا نقدر نتجنب لان الاسباب الثانوية هي بتحمل الحذر والخطورة انتركت دون علاج او اهملت او تأخر العلاج او لم يأخذ العلاج بشكل منتظم وسليم طيب الاسباب هي عديدة منها حاجات احنا وظائف بنشتغل بعض الناس بيسرفوا على انفسهم وما بياخدوش الاحتياطات الواجب اتباعها زي اللي طول النهار بدون ما يستخدم الواقيات في التعرض للتلج يعني التلجات الكبيرة والعمل في التلج الوظيف اللي بتستدعي الناس اللي بتشتغل في اللي ماسك الشانيور فترات طويلة والدريل واللي بيقطع الرخام وكل هذه الوظائف والحداد والنجار لازم نسأل على الوظيفة لو استخدم ايده فترات طويلة وهي قابضة على الاوعية الدموية بتعمل خلل في الشبكة المتحكمة في تنظيم الدورة الدموية الطرفية يبقى بالتالي الإنسان يكون وسط يعني ويدلي فترات راحة حتى مكن الحلاءة لفترات طويلة وممتدة في المناسبات السعيدة ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا فضله الإنسان لا يعني لا يرهق نفسه ويتجاوز الحدود القصوى المسموح بيها في الأداء المنوط به سبحان الله آه جميل حلو ده ده مهم جدا ده رقم واحد تمام رقم اتنين بأيدينا التدخين التدخين؟ وإن عدتم عدت مم 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 ترجمة نانسي قنقر